أخبار النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هيعقد مؤتمرا صحفيا في السنة عشر زهر السبت المقبل وذلك لكشف كل التفاصيل المتعلقة بأزمة ملعب المباراة نهاية لدورة أبطال أفريكا ولو أقيمة مساء الثنين الماضي بالمغرب واجه النادي الدعوة لكافة وسائل علامة المصرية وغيرها لحضور المؤتمر وغيرها دي يصد بيها المؤتمر الصحفي العالمي اللي كان الأهلي أعلن عليه في أكتر من بيان أنه هيعمله وأنه هيتحدث عن هذه الأمور بس في هذا البيان في هذه الكلمات لم يشيل النادي الأهلي حرفيا أنه ده المؤتمر الصحفي العالمي ده مش المؤتمر الصحفي العالمي هو مؤتمر الصحفي للتوضيح خلصت البطولة يعني أقول لكم بصراحة هو بالنسبة للجمهور النادي الأهلي خلصت يعني اللي فات خلاص مات مش هيرجع حاجة بس لعله وعسى لعله وعسى يكون عند الأهلي حاجة تريح جميع النادي الأهلي شوية طبعا مرة أخرى مرة ألف الأهلي زلم من كبر الكاف بملعب المباراة اللي كان في المغرب ما فيش خلاف على ده فيش خلاف بس لأسف ما فيش حاجة ترجع يعني البطولة مش ترجع للأهلي مثلا يعني قدي الله أمريا ترجمة نانسي قنقر